موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه يا أجمعين بسر للتواصل مع المتابعين للحلق الماضية مع قناة سكاي نيوز العربية وما طرح فيها أفكار وأتواصل مع المتابعين من خلال تساؤلاتهم التي وردتني فطرح أحد المتابعين سؤالا يقول ليس كل الخطاب الديني يقمع الفكر والعقل بل هناك فئات معروفة في المجتمع تستخدم هذا القمع فلماذا التعميم وبلا شك أن لا يمكن التعميم على الجميع ولكن الغالب أو الساعد أو الطاقي هو الجانب الذي يؤثر على الإبداع وعلى العقل فما يطرح في الساحة الفكرية بشكل عام منهما هو صائب ومتفق مع الكتاب والسنة ولكن منهما ما هو بعيدا عن ذلك وهو الأكثر ضجيجا والأكثر تأثيرا على الناس ولذلك حينما نتكلم ونطلق كلمة الخطاب الديني لا شك أنه لا يعني أن ذلك على الكل وإنما ما هو مؤثر وسائد وطاغ على الساحة الفكرية السؤال الآخر الثاني ورد من بعض المتابعين ألا ترى أن هناك تهويل وافتراء على الخطاب الديني الذي جميعنا استقينا منه فلو كان هو سبب التطرف فلماذا كثير مننا ممن تعلم عليه ليس متطرفا أليس هناك تهويل ما يطرح في الساحة الإعلامية من نقد للخطاب الديني هذا أقل ما ينبغي ولا يعني أن عدم تطرف الكثير أو تطرف الكل ممن يتلقى هذا الخطاب الديني دليلا على سلامة الخطاب الديني من العنف والإقصائية والإكراه لأن لا يلزم أن التأثر يصيب الجميع هذا من جهة ولكن لا ينبغي أن ننكر ما نحن واقعون فيه أو ما هو واقع في المجتمع من إقصائية وعنف وقسوة وأيضا حالات نرجو الله تعالى أن يقلصها من التطرف والإرهاب سواء الفكري أو الجسدي من خلال ما نتابع في الأخبار وما يحدث من نتائج هذا الخطاب المتشدد الخطاب المتشدد موجود وله تأثيره ولا يلزم أن يكون ذلك التأثير على الكل وحين يكون هناك نقد فلا ينبغي أن يكون موقفنا من ذلك النقد أنه تهويل وافتراء على الخطاب الديني ما يطرح من النقد نسبة بسيطة السؤال الثالث يقول أن الخطاب الديني قمع الإبداع لكنه فقط حرم الإبداع هذا أحد الأسئلة التي تعكس خطأ السؤال السابق فهو هنا في سؤاله يقول حرم الإبداع في الدين أو يقصد الإبتداع في الدين ربما فيقول تقول أن الخطاب الديني قمع الإبداع لكنه فقط حرم الإبداع أو الإبتداع ربما في الدين ولم يحرمه في سواها أليس كذلك الخطاب الديني شيء آخر الخطاب الديني شيء آخر ربما يفهم الناس أننا حينما نناقش أو ننتقد الخطاب الديني فإننا ننتقد الدين هذا ليس صحيح الخطاب الديني المعاصر الذي نسمعه ونراه في هذا الوقت لا يمثل ذات الدين هو فهم لبعض من يريد أن يوصل الرسالة الدينية قد يكون هذا الفهم خاطئ وقد يكون صعب فالخطاب الديني فيه من التأثير على العقل وعلى الإبداع شيء كثير وبلا شك أن المقصود به الخطاب المتواجد المعاصر وليس المقصود به الدين الدين أطلق الحرية المشروعة للفكر في الإنسان وأباح ما ليس عليه مأخذ في الدين من الأمور الإبداعية سواء في الدين أو في الدنيا فليس الخطاب الديني هو ذات الدين والدين نعم يحرم الإبتداء ويطلق الإبداع في جميع نواحي الحياة ولكن حينما يأتي الخطاب الديني فيطمع ذلك الإبداع في جميع جوانب الحياة المتعلقة بالحياة الاجتماعية وخلافها من تفاصيل الحياة فإنه لا شك محل مؤاخذة حينما نجد هناك من يمنع ويحرم الكثير من المباحات التي لم يرد في الشراء ما يمنعها فبلا شك أن هذا سيؤثر على فكر المجتمع وعلى حركة المجتمع وعلى إبداع المجتمع وسيقمع عقول ذلك المجتمع فالدين يحرم الإبتداء ولكنه يطلق الإبداع في الحياة بشكل كامل في كل جوانبها ما لم يكن في ذلك مخالفة لشيء من أحكام الشراء السؤال الرابع يقول من تجربتك لماذا يتعصب الشباب المتدينين حديثا لآراء المشايخ وماذا يترتب عليه التعصب غالبا ما يكون ناشع عن اعتقاد من شاءه قداسة ذلك العالم وصحة قوله وخطأ كل ما يخالف ذلك القول هذا أساس الغلو الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو ونهى على الكتاب وهذا فيه حث لنا على أن لا نقع فيما وقع فيه فقال تعالى يا الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله غير الحق فلا ينبغي الغلو في الأشخاص مهما بلغت منزلتهم من الاجتهاد والعلم فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ فينبغي على المسلم أن يتحرى الحق بدليله وأن يتفهم وجهة نظر العالم وإذا سمع خلافها فلا ينبغي له أن يتعصب بل ينبغي له أن يستمع إلى دليل آخر ويتفهم كذلك وجهة نظري حينها يكون ذلك سببا للوصول للحق أما أن يكون حبنا لهذا العالم أو حبنا لسلوكه أو لشخصه أو لكثرة ما يقدمه من علم أو لكثرة ما يقدمه من محاضرات وندوات فيكون هذا سببا لتعظيمنا له وتقديسنا له ورفعه فوق منزلته فهذا غالبا ما ينشأ عنه التعصب لذلك وهذا من قلة العلم قلة العلم دائما تكون سببا للتعصب وهم كثرة علمه وعرأ وتسعت مقاصده وفهمه فإنه يعذر الناس في اختلافه وما إذا يترتب عليه ترتب عليه بلا شك نشوء الشحناء والبغضاء والتقاطع وأيضا الإرهاب الفكري الذي ينتقل من التفسيق إلى التبديع إلى التكفير ثم يرتب عليه بعد ذلك ما نراه من إرهاب جسدي ينتهي باستحلال الدماء نعوذ بالله السؤال الخامس يقول ألا ترى أننا نتصيد لأهل الفضل كل نقيصة في حين نجد أهل المعايب والمغاني في حصن حصين ومكرمين سؤال السؤال يبدو أنه يتحدث عن شيء مرة عليه هذا قد يوجد في الناس هناك من يتصيد نقائص أهل الفضل وهذا خطأ إن وجده فهذا خطأ لا المعروفين بالفضل ولا غيرهم من عامة المسلمين ينبغي أن لا تتصيد النقائص في الناس أيضا معائب الذين ليسوا لهم منزلة وليس لهم جاهة ليست مباحة فتصيد المسلمين بعضهم معائب بعض ليس مما جاء بالإسلام ولا يعني ينبغي للمسلم أن يكون يعني سببا لإيذاء إخوان المسلمين فقد قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يديه فتصيد أخطاء ومعائب الناس عموما ليس مما جاءت به الشرية سائل يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قرآنية تتناول سلوكيات الفرد الأخلاقية في المقابل فإن الاحتساب تاريخيا كان يتناول الإشراف على الممارسات التجارية متى نشأت فكرة تحويلها إلى وظيفة براتب وملا شك أن العمر المعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرنا بمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمننا بالله ولكن أيضا جاء في كتاب الله تعالى ما يحث على إقامة هذه الشعيرة بقول تعالى الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالشكل الذي يباشر فيه العمر بيده خالبا ما يكون من اختصاص السلطان أو من اختصاص ولي الشأن كالأب في بيته وصاحب المتجر في متجره فهو قادر على أن يزيل ما يراه مخالفا للشراء وإقامة هذه الشعيرة في الناس بلا شك امتداد لولاية ولي الأمر لأنها تعتمد على إقامتها بسلطة وإقامتها لمن يعينون العامر بالمعروف والنهي عن المنكر على إزالة ذلك المنكر باليد فأما عام أما بشكل عام فهي مشروعة بين الناس بالتناصح بالإنكار باللسان بالإنكار بالقلب بالإنكار باليد إذا كان يعني مما لا يورث فسادا أو لا يورث تنازعا بين الناس بحيث أنه يقبله الطرف الآخر فأما إذا كان مصدرا للتنازع فمرده إلى ولي الأمر وهو صاحب السلطة فلذلك من شاء الأساس لا يعارض من شاء كونها وظيفة يكافع العاملون عليها براتب معين ليتفرغون للقيام بها هذا لا يتعارض مع بقاء مشروعيتها بشكل عام يقول أيضا سائل أي مؤسسة لها مصالح ويتنافس الأفراد فيها على المناصب والهيئة ليست مختلفة في هذا هل تراها صارت كيان مثل أي كيان آخر هي كذلك جهاز حكومي مثل ومثل أي جهاز حكومي آخر لا فرق بينهما في كونهما أيضا خاضعان لسلطة ولي الأمر ويستمدان قوتهما وسلطتهما من سلطة ولي الأمر التي يمنحها عبر الصلاحيات التي تمنح لهذه الجهات كغيرها من الجهات الحكومية لكن لا اختصاص وكذلك هذا الاختصاص يعني يحدده ولي الأمر من خلال الأنظمة المعروفة واللواح التي تحدد اختصاص وصلاحية هذه الجهات فلا فرق من هذه الجهة إنما هناك جانب ينبغي أن يكون حاضرا عند القائمين بهذا العمل وهو مراعاة الهدي النبوي في إقامة هذه الشعيرة بالحكمة والموعودة الحسان والمجادرة بالتي هي أحسن فهناك جانب تربوي ينبغي أن يتوفر فيه الكثير يتوفر في القائمين به الكثير من الصفات التي يكون فيها إحياء لهذه الشعيرة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا لا يكون فرقا كبيرا بينها وبين العاملين في الجهات الأخرى فكل مسلم مطالب بأن يكون في عمله متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الخلق والسمت والحكمة والتبع الحكمة والرفق وعدم العنف فلا فرقا وهذا التنافس الذي قد يقع بين الأفراد في هذه المناصب شيء طبيعي قد يقع بين الناس ولا يعني أنهم وناس يعني لا يعني يعتريهم ما يعتري البشرية في حوض النفس وفي الاهتمام بهذه المناصب ومحاولة الوصول هذا شيء طبيعي في الجهات الدينية ككل يعني وقد يكون ومنهم من يكون عفيفا نفسي قنوعا ومنهم من يكون بعكس ذلك فهذا موجود في البشر وليسوا يعني معصومين من هذا يقول ما هي آلية توظيف أعضاء الهيئة وما الكفاءة المطلوبة لديهم الألية هي المعروفة عن طريق إعلان هذه الوظائف والمؤهلات التي يعني بموجبها يستحق المتقدم التعين عليها ومن خلال يعني توفض المتقدمين على حسب هذا الإعلان يكون هناك أيضا إجراء متبع من خلال فحص هذه الأوراق وعرض يكون هناك إجراء إضافي لدى الهيئة وهو مقابلة أو تجاوز المقابلة التي تجريها اللجنة المتخصصة في استقبال هذه الطلبات هناك لجنة تقوم بدراسة هذه الطلبات ومن مقابلة المتقدمين لهذه الوظائف ومن خلال هذه المقابلة يحدد هناك عناصر كثيرة لمستوى ثقافة هذا المتقدم وقدراته وهل هو ممن يتناسب مع هذا العمل أو لا فهذه اللجنة هي التي تجيز للمتقدمين أو تجيز الانتقاء من المتقدمين لهذه الوظائف فهذه الألية وكفاءة المطلوبة متفاوتة فمنهم من يتقدم بالثانوية العامة كما هو معلوم حسب المراتب المعلنة ومنهم من يتقدم بالخامس والسادس والسابع والرئاسة فيما عالم فيما مضى حريصة على أن يكون جل المتقدمين من خريجي الكليات الشرعية والدينية من جامعة المملكة فقد يكون من المتقدمين من هو دون ذلك ممن يعني أعلن أو ممن يستحق مراتب الأدنى كالرابع والثالثة وغيرها فهي كغيرها من الإدارات الحكومية التي يشتر عليها وزارة الخدمة المدنية فالآلية كلها واحدة إلا أن الهيئة تفارقها في كونها لديها لجنة تقيم وتنتقي من هؤلاء المتقدمين من تراه مناسبا لهذا العمل سائل آخر يقول هل الحافز المالي يلعب دورا أساسيا في جذب أعضاء الهيئة فيما أعتقد أن ليس هناك حافز مالي مختلف عن العمل سلم المراتب الإدارية في الجهة الأخرى فهي كغيرها من الإدارات الحكومية سلم الرواتب فيها واحد فجميع العاملين في الهيئة يخضعون لهذا السلم وليس هناك ميزة محددة تلعب دورا أساسيا في جذب الأعضاء إليها وأعتقد أن الجاذب الأساسي هو ميل كثير من الناس إلى هذا العمل ربما رغبة في أن يكون القائم بهذا العمل قائما بما يحاقق له الآجر في الدنيا والآخرة فلذلك هو حريص على أن يكون في عمل موافق لرغبته وميله هذا ربما هذا الذي يكون هو أساسي ولا يمنع أن يكون كثير من الناس ممن يعملون في هذا القطاع إنما أردوا الاتحاق به كعمل وكوظيفة كغيرها من الوظائف التي يكون فيها عائد يكفيه ويكفي أسرته وليس في هذا العيب ولا مانا ولكنها ليست هنا ليس فيها ذلك الحافز الذي يميزه عن القطاعات الأخرى فهي كغيرها من القطاعات الأخرى في سلم الراتب سائل يقول أيضا هناك من يقول بضرورة حل الهيئة أو ضمها إلى وزارة الداخلية والرد يأتي بأن هذا يعني القضاء على الأمر المعروف والنهاية المنكر هل يمكن ممارسة الأمر المعروف بدون جهاز رسمي الأصل في أن الأمر المعروف أن المنكر هو حق لولي الأمر للسلطان والحاكم ولكن ولي الأمر فوض هذه الصلاحية لجهة محددة وأنشأ لها هذا الجهاز فلا يعني هذا أن صلاحية ولي الأمر مسلوبة منه بل هو الذي يمد هذا الجهاز بهذه الصلاحية وبهذه السلطة فالحق الكامل له هو فالعاصل أن إقامة هذه الشعيرة من اختصاص الحاكم فإذا فوض إحدى الجهات وأنشأ جهة معينة تقوم بهذا الاختصاص كغيرها من الجهات الأخرى فهناك الشراط وهناك المخدرات وهناك القضاء وهناك كل هذه من الصلاحيات والاختصاصات من اختصاصات الحاكمة وصلاحيته لكنه لتشاعب الأعمال وكثرتها لا بد له أن يفوض وأن يجعل من الوزراء من يعينونه بهذه الاختصاصات فمن هذه الاختصاصات الأمر بمعرفة عن المنكر فليس هذا إيجاد مثل هذا الجهاز وإقامة يعني مسؤولا عنه يعين الحاكم ويعين السلطان على إقامته سالبا لصلاحية الحاكم فالأصل أن هذه الصلاحية تبقى وأن هذا الجهاز يستمد صلاحيته من الحاكم وليس له أن يتجاوز صلاحية الحاكم فكون الجهاز يبقى أو يزال لا يعني أن هذا قضي على الأمر المعروف وأنه على المنكر وإذا كان ولي الأمر قادرا على أن يستوعب من خلال الأجهزة الأخرى عمل هذا الجهاز فليس في هذا غضاضة إقامة الشعيرة من خلال الجهاز يسمى هيئة المعروفة المنكر أو الحسبة أو شرطة الأخلاق أو غيرها لا يغير شيئا في حقيقة الموضوع طالما أن هناك جهاز أو إدارة تقوم بهذا الدور نيابة عن ولي الأمر فسوأ سميت هيئة الأمر المعروف عن المنكر أو لم تسمى بذلك فلا فرق وعدم وجود الجهاز لا يعني رفع الواجب عن ولي الأمر لأن هذا الأمر المعروف عن المنكر حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز ليس للحاكم أن يفرط فيه فإما أن يقوم به وإن كان القيام به يعني يؤثر عليه وليستطيعه فيفوض وينيب عنه من يقوم به ويمكنه في هذا العمل بالوسطية لا إفراط فيه ولا تفريض سائل آخر يقول ترى أن هناك ثغرات في نظام الهيئة فهل تدلنا على أبرزها وما العائق في تطوير نظام الهيئة نظام الهيئة كغيرها من الجهات الحكومية استحق التطوير ومضى عليه سنوات طوال أكثر من ثلاثين عاما فتحديث هذا النظام بما يواكب تطور المجتمع وتغير المجتمع يعني جدير بهذا لابد منه هذا كجانب رئيس في هذا الموضوع أيضا نظام الهيئة من النقاط التي يعني ينبغي عادة النظر فيها أن هناك الكثير من المواد في هذا النظام نقلت إلى اختصاص جهات أخرى أو ألغيت أو عطل العمل بها لعدم صلاحيتها إذن هناك مواد ملغة وهناك مواد نقلت إلى الجهات وهناك مواد أيضا عطل العمل بها لعدم الحاجة إليها فتصحيح هذه المواد وما يترتب عليها من توجيهات ولوائح مطلب كذلك فما نقل إلى جهات أخرى ينبغي أن يزال وما يعني ما عطل ويحتاج إلى تحديث وتطوير ينبغي أن يحدث ويطور وما ألغي ينبغي كذلك استبعاده حتى لا يكون سببا لرباك القائمين بالعمل في الوقوع في شيء من المواد هناك جوانب أخرى في نظام أبرزها هو جانبين أحدها أن يتعلق باستبعاد المسائل المختلف فيها بين الفقهاء فهذه المسائل ليست مما ينبغي أن يضمن نظام الأحياء لأن هذه المسائل المختلف فيها غالبا ما تكون سببا للكثير من الإشكالات في الواقع الميداني لأن هناك من يأخذ برأي أحد الفقهاء في هذه المسائل والآخر يعني يأخذ برأي آخر والهيئة لديها توجه محدد فإذا أخذ برأي من هذه الآراء معنى هذا أنه سيقصي وسيكره من يأخذ برأي العالم الآخر أو الفقه الآخر في هذه المسائل فالمسائل المختلفة فيها من المقرر عند أهل العلم قاطبة أنه لا إنكار فيها لا إنكار في مسائل الاختلاف أو الاجتهاد وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين في زمنه اختلف الصحابة فلما أرسلهم وقال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بنق وإضافة منهم من فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منهم الاستعجال لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال إنما كان رسول الله سلم يريد من العجلة ولم يريد من ترك الصلاة والله تعالى ويقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومحددا فقالوا لا لابد أن نصلي العصر ثم نمضي والآخرون قالوا لا قد قال رسول الله سلم لا نصلي العصر إلا في بنق فلا نصليها إلا في بني قريضة طاعة لرسول الله سلم ففهم هؤلاء النص على على حقيقة وظاهر أنهم لا يصلون إلا في بني قريضة ولو خرج وقتها والآخرون قالوا إنما ولما أخبر النبي وعالم بذلك لم يعنف أحد من الفرعين وكلهما مجتهد ولا بد أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ لأنه لا يتعدد الحق في مسألة واحدة فإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع لنا كذلك فالمسائل الاختلافية والاجتهادية من هذا الباب ينبغي أن تترك لخيارات السائلين واستفتائهم و يعني اعتقادهم وقناعتهم بها ولا ينبغي لا في الهيئة ولا في غيرها أن تجعل الأنظمة تعالج المسائل المختلف فيها بين الفقهة فإذن هذا الجانب أيضا ينبغي أن يجرد منه النظام ويدرس ويبحث و يعني يجرد منه ما ليس وهو أغلب ما يقع في الميدان من من الأمور التي غالبا تحدث الكثير من الضجيج هي هذه المسائل الجانب الثالث لا أريد أن أطيل هناك جانب كثير لكن إبراز جانب التوعي والتوجيه جانب التوعي والتوجيه جانب أساسي وهو الأساس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرج تأمرون بالمعروف فالأمر المعروف دائما مقدم ونقدم ما قدمها الله سبحانه وتعالى وننبغي أن ننشئ له الوسائل والآليات التي تصل إلى كافة الشرائح وبكل الطرق الحكيمة والكلمة المحببة والرفق فتوسيع دائرة التوعية والتوجيه في المجتمع هي أساس لتقليص المخالفة وبالتالي نكون لا نحرص من خلال مواد هذا النظام إلى مجرد القبض والإحالة والمعاقبة بل يكون تفعيل دور الأمر بمعروف تفعيل دور التوعية من خلال مواد هذا النظام وتفريع وسائل وقدرات الهيئة في الوصول لكافة شرائح المجتمع بالطرق والوسائل المحببة للنفس لتوسيع هذه الدائرة وبالتالي تقليص وتخفيف الدائرة الأخرى التي هي غالبا ما تكون سببا للقبض والحص على عقاب المخالف فتوسيع دائرة التوعية يقلص المخالفات ويقلص أيضا القبض والضبط وما يترتب عليه من إحالة للمخالفين هناك جانب أيضا يعني يحسن بأن نذكره وإن كان في هذا شيء من إطالة وهي تثقيف هذا تثقيف هذا الجهاز بأهمية الستر والإصلاح فالمجتمع يحتاج إلى معاملة المخالف فيه على قدر مخالفته لو أننا ضربنا مثلا أن أحد الأبناء أتى فكسر شيئا كسر فينجال أو كاسة أو شيئا ما فهل من الحكمة أن يأتي الرب البيت أو أحد من المعنية بتقويم الخلل في المنزل فيضربه فيكسر يده لأجل أنه كسر كوبا هذا الذي ينبين تناسب العقاب إذا كان لابد من العقاب مع مخالفة هذا الشخص فلابد أن لا يكون العقاب المترتب على مخالفة أحد من أفراد المجتمع يترتب عليه نزعه من هذا النسيج وإسقاط راقة ماء وجهه وحياء أسرته وإسقاط هبتهم وإسقاط قيمتهم وأيضا الزج به في التوقيف وما يترتب عليه من إجراءات كل هذه الإجراءات بلا شك تؤثر على مستقبله وعلى نفسيته وعلى أسرته وعلى المجتمع بأسره فإذا كانت النتائج هذه كلها لا يؤخذ في الحسبان سلبيتها فإن المعالجة ستكون بلا شك قاسية وستكون غير مقبولة لا للمخالف ولا لأسرة ولا للمجتمع ككل فإنبغي أن تكون المعالجة وما ينتج عن هذه المعالجة متناسبا مع الجرب وأن يقدم الستر ما أمكن وأن يستصلح المخالف فلا يؤخذ في المرة الأولى لا في الثانية إنما يؤخذ الذي يتجرأ ويتعمد ويجاهر ويريد أن يكف عن خطأه ويعاند فحين ذلك أيضا يؤخذ بقدر جربي وهناك أشياء تختلف ما فيه حدود لا ينبغي أن يعامل كالذي ليس فيه حد من حدود الله فالذي ليس فيه حد من حدود الله لا ينبغي أن يغلب فيه الإصلاح والستر وما سوى ذلك يحرص على أن يعني يثبت فيه الحد ينبغي أن يكون هذا الجانب واضحا في نظام الهيئة ويكون له آلية وطرق محددة تصحح هذا المسار في المجتمع يقول السائل أيضا هناك ما هو السائل آخر يقول ما هو الضروري من المناهج الديني في المدارس الضروري من المناهج المدينية تتعليم ما هو متفق عليه أما المسائل المختلف عليها فإنبغي أن تترك للدراسات المتخصصة في الجامعات وفي المستوى العليا وينبغي أن نركز على يعني الأمور المتفقة عليها أركان الإسلام الإيمان المحرمات المتفقة عليها الفرائض المتفقة عليها المكارم الأخلاق والقيم تعميق يعني الكليات الشرعية والقواعد وكلية في الدين في نفوس الناشئة من خلال وتطبيقاتها من خلال مناهج كثيرة هذا هو الضروري ويترك يمكن أن بالعكس أن تجعل المادة لتدريس الاختلاف بين العلماء وكيف يمكن للطالب أن يستوعب كيفية التعامل مع هذا الاختلاف وأن يدرك أن هناك اختلاف ويضرب له الكثير من الأمثلة في ذلك الاختلاف ولا ينبغي أن تدرس في المستويات الأولى والمتوسط والثانوي أيضا تفاصيل الخلافة التي تورث قصور في فهم كليات الدين ومقاصد الدين بل على عكس أن يدرس مقاصد الدين كليات الدين محكمات الدين القيم الفضائل حث على كل ما يكون فيه شيء متفق عليه يدرس يعلم فرائض الدين الواجبة التي أمر الله تعالى بها ولا يعني يسوق المسلم أن يتخلى أن يتخلى عنها المحرمات المتفق عليها التي لا يسوق المسلم أن يقع فيها هذه التي ينبغي أن يحرص عليها في المناهج المدارس الابتدائي والمتقصد والتانوي في نظره سائل أيضا يسأل يقول هناك تفريق بين تكفير المعين وبين التكفير المطلق يقول فلماذا نكفر أصلا نعم هناك تفريق التكفير المعين وبين التكفير المطلق تكفير المطلق هو أن يطلق الإنسان الكفر على الناس فيقول هذه مثلا المجتمع كذا أو هذه الدولة أهلها كفر أو فلان كافر تعيين الشخص أو تعميمه فهذا تكفير مطلق لا يجوز لمعين ولا لعام فلا يقال أهل البلد الفلان كفار ولا يقال فلان الفلان الفلان كافر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال الأخي كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا ردت عليه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في خطبة في حجة الوداء وحذر من ذلك أشد التحذير عندما خطب فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم أي يوم من هذا قالوا الله ورسوله فقال ليس اليوم الحرام ثم قال أي بلد هذا ثم قال أي شهر كل ذلك بعده قال حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا عمل كفار الذي ينتهي بضرب المسلمين بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا هذا لا يعمله إلا كافر فاستحلال الدم المسلم ليس من عمل المسلمين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مننا من رفع السلاح علينا فمن يرفع السلاح على المسلم وينتهي وينتهك حرمة دمه فلا شك أنه يقوم بعمل أهل الكفر ف والتكفير درجة درجة متقدمة لاستحلال الدم فهو حينما يكفره يستحل دمه فتكفير معين غيره جائز باتفاق على العلم لا يكفر معين أبدا إنما هذا اختصاص الحاكم إذا وجد من شخص ما من الأشخاص كلام أو قول فيه مخالفة ظاهرة لشيء من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حينها ينبغي أن تعرض عليه الحجة والبرهان وينظر فيما في سبب قوله لما يخالف ذلك لما يخالف الوارد في كتاب الله وسنة رسوله فإن كان له عذر هذا من خلال محاكمة فإن كان له وجهة نظر أو عذر أو كذا هذا ينظر فيه وينظر في قوله وقد يترك لما يرى له من عذر في وجهة نظره وقد يؤخذ بمخالفته تلك على قدرها لكنه إذا كان متأولا في الأصل فإن العلماء لا يرون محاسبة المتأول فإذا كان له وجهة نظر يأخذ بها فيتأول هذا النص ويرى أن معنى النص كذا وكذا وهو بهذا يخالف ما يراه أهل العلم في عصره فإن قيمت على الحجة وقبلت بها ونمت وإن لم يقبل وكان متأولا فيما ذهب إليه فلا ينبغي أيضا تكفيره إذن التكفير لا يكون إلا نتيجة يعني محاكمة وبحث فإذا كان غالبا لا يكون إلا بالجحود يكون شخص يجحد ما جاء في كتاب الله أو يجحد فيما جاء في سنة الرسولة جحودا بينا وليس تأولا فإذا كان تأول معين معروف هو أن يقال فلان كافر أو الدولة فلانية كافرة على وجه العموم أو على وجه التخصيص فهذا منهي عنه وليس من عمل أهل الإسلام ولا يجوز لأحد أن يكفر أحد فمن قال لأخي كافر فقد باء بها أو فقد باء بها أحدهما إذا كان كذلك وإلا فقد ردت عليه وكما قلنا فالسؤال السائل هنا استنكاري لماذا نكفر أصلا لا ينبغي هذا أصلا إذا كان لأحد قول من الأقوال فينبغي أن يناقش ويعرف وجهة نظره فإن وجد له وجهة أو وجد أنه متأول فيترك ولا ينبغي أن يحاسب على تأوله هذا هو الصحيح من أقوال العلم المتأول معذور فقد مر في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري وغيره أنا رجلا من 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 سبق في الأمم السابقة قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم دروني أخذ عليهم العهد بذلك وفذروني في البحر فوالله لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين وهذا العمل أو هذا القول والقناعة من هذا الرجل تدل على أن هناك شك في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعيده كما كان ويحاسبه على عمله الذي وقع منه لكن الذي حصل أن أبنائه فعلا نفذ وصية أبيهم فبعد موته أحرقوه وذره في اليم في البحر فعاده الله ثم أحياه ثم أقامه بين يديه فقال ما الذي حملك على هذا قال مخافتك يا ربي فغفر الله تعالى له بهذه المخافة فمع كونه شاكا في قدرة الله لكنه ذهل عن قدرة الله سبحانه وتعالى لسبب الخوف لخوفه من الله سبحانه وتعالى قال ذلك فليس تحقيقا في قلبه على أنه على أن الله تعالى لن يعيده وإنما ذهل عن قدرة الله تعالى لشدة خوفه من عذابه ولذلك تجاوز الله عنه رغم رغم أنه يعني كان شاكا أو كان يريد التخلص من العذاب بالإحراق والذر في اليمن وهذا متأول وهذا أحد الأدلة التي تدل على أن المتأول لا ينبغي محاسبته ولا أيضا التساهل والتهون في تكفيره والتكفير حق لله سبحانه وتعالى وليس حق للخلق فلا ينبغي المجازفة في هذا صلى الله وسلم أبارك أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعل فيه خير وبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته